السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا المثال حيكون على checkbox checkbox حيمكننا من إنشاء النافذة يمكن أن تحتوي على عناصر وبإمكاني أن نفعل select لأي من هذه العناصر مثلا select للبوتن رقم 0 select للبوتن رقم 1 إلى غير ذلك تلاحظون أن بإمكاني أن نفعل select لأكثر من عنصر يمكن حتى أن أختار كل هذه العناصر إذن هذه هي checkbox هذا يسمى checkbox checkbox أول checkbox ثاني checkbox ثالث checkbox 4 في هذا البرنامج قمت بطباعة element checkbox الذي ضغطت عليه مثلا عندما أضغط على البوتن 0 يقع طباعة في output checkbox 0 نقطتين selected عندما أضغط مرة أخرى على البوتن حيطبع لي نفس الشيء checkbox 0 نقطتين deselected يعني إلغاء checkbox هنا سويت select أخترت selected عندما أضغط مرة أخرى يصير deselected يعني إلغاء select نفس الشيء بالنسبة لبقية checkbox في البرنامج قمت باستدعاء إذن classes نفس الشيء java.awt javaawt.event وjavax.swing قمت بإنشاء class سميتها هذه المرة item listener إلى حد الآن استعملنا action listener عندما نضغط على زر يقع استدعاء object يقع استعمال object نوعه action listener في هذه المثال لدينا item listener إذن عندما أضغط على checkbox سيقع استدعاء object نوعه item listener في هذا المثال إذن أنشأت مصفوف من checkbox استعمال المصفوف دائماً سيكون أفضل في الاختصار الكود ودعي وضعنا أن تسوية checkbox one object أول ثم checkbox two object الثاني إلى غير ذلك عندي مصفوف وعلى طول بإمكاني أن أتعامل مع ناصر هذا المصفوف ثم عندي constructor example checkbox قمت بإستدعاء super constructor لإنشاء النافذة وتحديد عنوان النافذة سميتها checkbox حددت size لهذه checkbox وحددت إذن كيف سأقوم بوضع checkbox في هذه window ستكون عن طريق grid يعني يكون مصفوف هنا إلى بعيد يحتوي على أربع lines و column وحدة يعني أربع أسطر وعمود واحد هنا قمت بإنشاء المصفوف الذي سيحتوي على أربع عناصر مصفوف استعملت for loop في هذه for أقوم بإنشاء checkbox إذن هنا بإمكاني أن أغير checkbox سأقوم بإنشاء checkbox أضع لكل checkbox سيكون عنده عنوان وأضيف رقم box 0 إلى 3 ثم قمت ب ربط checkbox بالإتم listener لذلك سويت add item listener بين قوسين this ثم أضيف checkbox إلى window this أخيرا أقوم بتسويت visible للويندو عشان أستطيع أن أراها هذه الأيتم اللي سنر هي أنترفييس لذلك سويت لها أمبليمانس وتحتوي على ديلة اسمها item state changed item state changed سأقوم بتعريف item state changed في هذه الكلاس الأيتم state changed سأبدأ ب أخذ الأيتم اللي ضغطت عليه إذن checkbox اللي ضغطت عليه سأقوم بتخزينه داخل source اللي هذا أتى من العنصر الموجودة بين قوسين item event إذن عندما أضغط على على أي checkbox سأستطيع هذه الدالة اللي هذه ستحتوي على المعلومات كل المعلومات اللي تخص من أين أتى الأكشن على أي checkbox ضغط عشان أعرف على أي checkbox ضغط أستعمل get item selectable وخذنا داخل source قمت بتعريف متغير state نوعه string وأقول لو الزر اللي ضغطت عليه أو item اللي ضغطت عليه get state change يساوي deselected إذن لو حذفت السلكشن حيصير state يساوي deselected else state يساوي selected ثم أبحث على العنصر اللي ضغطت عليه for i يساوي 0 إلى 4 هل السورس يساوي checkbox 0 1 2 أو 3 وحسب قيمة i سأطبع systemdata.println checkbox plus قيمة i إذن حتى تكون من 0 إلى 3 والstate اللي هو select أو deselected ثم في المين method قمت فقط بإنشاء object نوعه example checkbox عندما أنفذ هذا البرنامج يصير عندي إذن هذه النافذة عنوانها checkbox تحتوي على أربع checkbox عندما أضغط على الأول يقع تبع checkbox 0 selected selected أضغط مرة أخرى يصير deselected عندما أضغط على البوكس 2 نفس الشيء أضغط مرة أخرى يصير deselected موسيقى